في حضور رائع جدا دستور النادي الاهلي اللي تم التصويت عليه واعتماده في جمعية عمومية فيها الكثير من التفاصيل والملامح والشواهد والمشاهد اللي هنقشها مع الأستاذ حامد عز الدين تم إرسال النهاردة مشروع اللايحة أو نتيجة تصويت الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية مصحوبا بالنموذج النهائي للليحة لنشره بإذن الله في الجريدة الرسمية وبدء العمل به فور اعتماد أو فور نشره في الجريدة الرسمية على قدم الوساق تسيير الترتيبات للمباراة الغد المهمة الأهلي ووفاق الصيف تسعة مساء إن شاء الله في أستاذ السلام كلنا كنا بنتمنى أن أستاذ السلام ما يكونش فيه موضع لقدم إلا مشغول بحضور جماهير كبير لكن الاجتماع الأمن التنسيقي ومصلحة البلد ويجب على الكل أنه يقدم مصلحة البلد فرضت أنه الدخول يكون فقط لأعضاء النادي الاجتماع الأمن التنسيقي فرض هذا التوجه العدد المحدود المسموح به هيكون لأعضاء النادي حد يسألني طيب الجمهور مؤكد أن النادي الآلي كان يسعده وكان يهمه أنه كل جمهوره يكون معاه ومؤكد أن كلنا كنا نتمنى أن الأستاذي بقى مليان والاتحاد الأفريقي لما نقل المباراة أو تحفظ على أستاذ بورج العرب كان لأنه العدد الحضور محدود ولا يسمح بمثل هذه المباريات في الأدوار المتقدمة من البطولة أسباب تسوقية كتيرة بتخليه بيطالب بحضور جماهيري بساعة أو بنسبة كلنا شفنا دور الجمهور المؤثر مع الآلي في المباريات الكبيرة المهمة لكن كلنا بنقدم مصلحة البلد فبالتالي لما يبقى فيه توجه أنه خلاص اللي هيحضر أعضاء النادي بكرنيه النادي ليس علينا إلا المسندة والدعم لفرقتنا والمسندة والدعم جاية من خلال الانضباط والالتزام وأننا نكون جنب الأهلي باستمرار طيب حد هيقول لي أو كذا حد سألني الحقيقة الناس اللي حجزت تذاكر ودفعت فلوس من خلال السيستم أنا كنت أتمنى على المستوى الشخصي رأيي أنا كصحفي قرار حضور الجمهور أو حضور الأعضاء فقط كان يجب أنه يكون قرار سابق علشان الناس ما تحجزش تذاكر بالسيستم الناس ما تدفعش فلوس وما تاخدش تذكرة لكن اقتضت الضرورة الأمنية وفي كل الظروف في كل الظروف وفي كل البلدان حتى الدول المتقدمة الظروف الأمنية بتفرض نفسها الجهات الأمنية عندها معلومة مش متوفرة لدى العامة فبالتالي ليس على كل من يرعى مصلحة هذا الوطن اللي الاستجابة للمصلحة العامة خاصة المصلحة الأمنية لهدفها بترخم على الجمهور ولا بتغلس عليه ولا بتسجل عليه واحدة هدفها الحفاظ على أمن وسلامة هذا الجمهور وهذه المسئولية تجاه الجماهير لو كانوا القائمين على مباراة الأهل والمصري في بورس عيد الحادثة اللي ربنا ما يعيدها لو كان عندهم هذا التوجه وهذا الحرص وهذا الخوف إن أنا شايف فيه نار مشتعلة بين جماهير مع بعضيها لو تم تاجيل المباراة أو منع حضور جماهير الأهل من القائرة لربما ما كانتش حصل اللي حصل لكن الضرورة الأمنية بتفرض وفقا لمعلومات لا تتوفر للجماهير احنا بنحب الأهلي نساند الأهلي نعديها علشان عودة الجماهير للمدرجات ما يحصل لهاش تراجع الظرف الحالي لا يسمع خلاص أنا شخصيا كنت أتمنى إنه ده يكون خطوة سابقة قبل ما الناس تبادر بحجز التذكرة من خلال السيستم ودفع فلوس وأعضاء النادي من المحبين أو المهتمين بحضور المتشاط تبقى عندهم الفرصة متاحة إنه يدبر ظروفه ويرتب وقته وشغله إنه يروح الأستاذ يوم الثلاثة بكرة لكن أما وإنه الضرورة الأمنية الملحة اقتبط ده في اجتماع التنسيق الأمني أتمنى بل أثق لأنه كمان الأهلي ما بيكونش حق أحد ده مؤكد الجماهير اللي حجزت تذكرها من خلال السيستم اللي النادي أعلن عنه واللي اعتاده دفع الفلوس من خلاله حقوقي المؤكد إنها تبقى محفوظة لا خلاف لا خلاف سواء باسترداد القيمة المالية اللي دفعوها أو بحفظ فرصهم في حضور المباراة النهائية بإذن الله تعالى في البطولة الأفريقية ويمكن تبقى المصلحة بدل ما كنت هتتفرج على السيم فاينال إن شاء الله تعالى إن شاء الله الأهل يعد ويلعب فاينال وتحضر المباراة النهائية بإذن الله كل الأمنيات إن احنا نتكتف كلنا إن احنا نتذكر إلا يروح لإستاذ المرادي أو بعد كده باستمرار يتذكر إن دي رياضة الهتفات المسيئة والسلوكيات المشاغبة وحتى المعاملات لأن احنا كتير لما تكلمنا على إنه عايزين الجمهور يلتزم وينضبط وزي ما بنطلبه إنه ينضبط ويلتزم في المدرج وإنه لا يرتكب أي أعمال خارجة ولا أي سلوكيات غير رياضية كنا بنطالب بحق هذا المشجع في أن يعامل المعاملة الكريمة اللائقة على بوابات الدخول والأمور مشت بشكل كويس وإذا كان فيه ظرف حتى مدافع المباراة القادمة زي ما قلتلكم نتمنى إن شاء الله أن نحن نتجاوز هذه المرحلة ونتجاوز هذا الدور الأهلي بإذن الله تعالى مع الوفاء هيكون فاء ويتأهل بإذن الله هنطلع لفاصل طولنا على حضراتكم قبل ما نطلعوا وبعد الفاصل لناقش كل هذه المواضيع والمضامين المهمة مع الكاتب الصحفي والقاومة الأهلوية والإعلامية والكاتب الموسوعي حامد عز الدين بعد الفاصل